يا مساء الخير يا مساء الفل على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة القناة الأولى وبرنامجكم يحكى أنه دايما بكون معيكم إمام مختار كل يوم اتنين الساعة سبعة على أحلى قناة القناة الأولى النهاردة محضر لكم بقى يا كل الستات ويا كل البنات مش بس الستات اللي نفسها تعمل مشروع ومش عارفة تعالوا كده نبتدي من أول القصة مشي النهاردة حلقة مهمة جدا جدا وعملناها بناء على رغبتكم انتم كل مشاكل الستات اللي بعتت لنا على صفحة البرنامج اللي بتتكلم سعدوني أنا مش عارفة أعمل إيه أنا نفسي يبقى عندي مشروع انتم بتتكلموا في حاجات كتير أو مؤسسات هاي لا تبع الدولة طيب انتم بتتكلموا مع الوزرات تقدروا تساعدونا احنا فعلا حلقة وصل ما بيننا وما بين كل المؤسسات والوزرات الخدمية اللي تقدر تساعد أي بيت مصري طيب نبتدي كده بقى الحكاية ستات كتير نفسها نفسها تعمل مشروع تعالي ست تجوزت وتلاهت مع العيال ست مش قادرة تسيب بيتها لان صعب جدا هي تسيب ولادها ولادها صغيرين في السن تعارفين ان احنا حتى كستات عاملات انا ما كنتش قدر انزل شغلي تاني غير بعد ما بينتي تجبر وتدخل حضانة وتبتدي تبقى مؤهلة نهاية بتتكلم وتوقف على رجلية وتمشي فكل واحدة فينا ضيعت يعني انا مثلا كل بيبي كنت قعد خمس سنين على الاقل في البيت لان ما قدرش اسيبها وهي صغيرة كده فدي انا كمزيعة عارفة قدي صعوبتها ولما كنت بنزل الشغل برضو كنت بقلبي وكلني على البيت والبنات فازاي وكلت وشربت واضطرة جيب بقى بنت تساعدني فتاخد نص ثلاثة اربع مرتابي الموضوع انا عارفة انا ست وحسة بيكي وعارفة وعارفة ايه المشاكل اللي بتدور في الحتة دي عشان كده انا النهاردة قلت اتكلم وقلك تعملي ايه وانا معاك في نفس الدايرة طيب واحدة معا ولاد صغيرين ومش عارفة تسيب البيت وتنزل تشتغل واحدة كمان صحتها مش بساعدها ان هي تنزل كل يوم من الساعة 6-7 الصبح عشان تروح الشغل وترجع ومواصلات وزحمة ودنيا ومشاكل في نفس الوقت فيه ممكن واحدة ست برضو جزها مش عايزها تنزل تشتغل عادي هو حر مراته وهو حر فيها اهل بيته فهو مش عايز تنزل تشتغل في نفس الوقت هي نفسها تشتغل عشان تساعد برضو معاه وما تضغطش عليه ولادها بيبقوا محتاجين حاجات في البيت وخصوصا الست المصرية نقطة ضعفها ولادها نقطة ضعفها ولادها ما تلاقي ابنها او بنتها نفسه في حاجة ومش قادرة تجيبها له دي بالنسبة لها نهاية الكون حقيقة فولادك نفسهم في حاجات نفسك تجيبها لهم مش عارفة تنزلي عموما تشتغلي خلاص تنزلي من باب البيت طب انت ممكن تعملي مشروع جوه البيت هتقوليلي ازاي وما تقوليليش بقى ازاي لان احنا اليومين دول مع السوشيال ميديا مجرد ما تفتحي كده تليفونك خلاص هتفتحي كده التليفون هتلاقي فلانا وتلاقي فلانا دي مثلا الله ده الشيف فلانا الشيف دي ما كانتش شيف اصلا ولا هي تخلقت شيف ولا ولا عمرها كتت تتخيل ان هي تبقى شيف ومشهورة هي كل اللي عملته ان هي لقيت ناس كتير او بتنزل شغلها على السوشيال ميديا فطبخت طبخة وعملت صفحة للطبخة دي وابتدت تعلن اللي عايز اكل كذا كذا وعملت لها تليفون ما وخلي بالكم حتى لو مشروع قدي كده هوق هو عايز تستف عارفة انت بقى ايه يعني وانت قاعدة كده قبل العيد كده وقبل رمضان البيوت المصرية كلها اللي هو ايه بتستفي البيت اللي هو بنظف وستف كده وحط الكناب بعيدل كده ونظف وخلي بيت نضيفه زي الفلة نفس الحكاية انا بعمل حتى لو مشروع قدي كده فانا بعمل له صفحة بعمل له تليفون بشوف لو اقدر اشترك مع شركة ديليفري تقدر توصل الاكل او الحاجات اللي انا عاملها ستات كتير اشتغلت في الاكل ونجحه نجاح صاحق لو اقولك كان فيه ستات حتى ما بتعرفش تكمل بقية الشهر لان ما كانش معاها فلوس دلوقتي راجبة عربية واثنين وولادها ما شاء الله من مدارس كذا لمدارس كذا وابتدت تعمل مطعم واخدت مكان في اكبر مكان في مصر يعني من الاماكن الشهيرة وابتدت يبقى ليها مطعم خاص كل ده هل هي كانت تحلم ان هي توصل لكل المشوار ده لا هو ابتدى في فكرة صغيرة ان انا شطرة في الاكل شطرة في الاكل فعملت اكل فاقلت طيب ايه المشكلة لما اعمل اكل من البيت وقفة في بيتك في مطبخك جوة بيتك مع عيالك لنزلتي ولا تمرمتتي ولا تشحتتتي في المواصلات ولا حاجة خالص بس اهم حاجة بقى اهم حاجة عينينا ما تروحش على ايه اه دي كذبت دي كذبت دي اهروبة دي وصلت ازاي اللي كده ايه ده دي معاها عربية استني بس قبل ما تبص هي بقى معاها ايه شوفي هي عملت ايه لازم تعرفي انت شطرة في ايه انا ايمان شطرة في حاجة يعني مثلا يعني انا طول عمري مثلا كنت في الجمع حتى شطرة في العملي لك ما عرفش اذاكي الورق وكده وشطرة في الحاجات اللي فيها كلام وفيها مخ وفيها تفكير فانت دوري انت شطرة في ايه شطرة في التريكو والمثلا الخياطة بتعرفي تقصي صح مثلا بتبقى معص دار لأي مصنع ما لبس سوريهات فساتين زفاف انا بتشوف الست بتبقى معص دار هي اللي بتقص الفستان فانت شوفي ايه شطرة خياطة شطرة في الاكل ست بيت شطرة ما ست البيت احنا عندنا مصرين كلهم شطرين لكن في الاكل اعمل مشروع اكل شطرة في الاكل اطبخ وسوق وشوفي شوفي المكسب اللي هيجيلي كيبعمل اذا انت مش هتتخيلي يعني انا لما بكونش عاملة اكل في البيت بدور انا بدخل كده بدور ادخل على الفيسبوك وادخل على كل المواقع على جوجل مثلا اكتب مثلا ايه اكل بيتي انا بقولك اهو انا بقولك انا ما بقاش عارفة الناس كلها طبعا اكتب مثلا ايه عايزة اكل بيتي فيجيبولي كل الستات اللي بتطبخ اكل بيتي ودي مثلا بيجيب في نفس اليوم دي قدامها يومين لازم تعمل الوردر قبلها 48 ساعة ادخلي وتشطري وشوفي غيرك عامل ايه وتقدر انت تدخلي ده ازاي ادخلي المجال اللي انت بتحبيه ده ازاي خياطة ادخل واشوف المشاريع اللي اتعاملت لان دلوقتي كمان بقى في معارض بقى في معارض ان انت تقدري تخياطي وتقصي وتعملي حاجاتي وتعرضيها كمان في المعارض دي اكل نفس الحكاية طب شطرة في ايه شطرة في ايه تاني شطرة ان انا اعمل ميكب يعني انا شفت بنات عمراء ما تخيلت ان هي تبقى ميكب ارتست اللي هي ميكب ارتست اللي هي بتعمل ميكب للعرائس والناس فبس هي ايديها شطرة كان بتعمل لصحابها في خطوبة هي اللي ترسم لها عنيها تحط لها ميكب هب 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 عملت صفحة بقت بتكسب ماشاء الله في اليوم بالعشر او عشرين الف جنيه في اليوم لان بتروح للعروسة دي العروسة دي العروسة دي بقى في شغل فهي كانت تتخيل ان ادخل لها داخل مية الف جنيه في الشهر ها في سبيل ان هي قاعدة ما كتش لها ايه الف جنيه في جيبها اه ده بيحصل افتحوا كده التليفون بدل ما احنا فتحين على الاغاني الحزينة وعلى البوستات اللي كلها غدر وقلت أصل وندالة والست تفضل تجبت في نفسها ادخل يشوفي الحاجات النكحة ابعادي عن الحاجات السلبية مشروعك هيكون معانا النهاردة وهيكون كمان معانا النهاردة في الستوديو الاستاذة صحر سلطان رئيس قطاع التمويل بالقطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات تايتل ده كله هنعرف منه ازاي اعمل مشروعي هجيب لكو كده ايه الصغرات الدهليز يعني ازاي بسرعة قدر اخد التصريح ازاي اخد تمويل ازاي اوصل للتمويل ازاي لان انا ممكن ما بقاش عارفة المؤسسة دي اولها من اخيرها كل حاجات دي حبايب قلبي هوصل لكم بيها النهاردة ونقولها مع بعض بس قبل ما نتقابل مع ضفتي هيكون معانا واحدة من الستات اللي عندها مصدر دخل اونلاين زي ما قلنا بنشتغل اونلاين هنتابع شغلها هي بتتابع شغلها ونشاطها من البيت وهنعرف مينها بقى زي ما لسه بقول لكم كده عملت ده ازاي واشتغلت ازاي خلينا معاها عبر زوم الاستاذة ريهام محمد صاحبة احدى المشاريع اونلاين يا ريهام اهلا مساء اخير ايه ده يا ريهام ده انت صغيرة لا شكلا اقولت علي الحجة ريهام لا لا انا عندي 35 سنة الله شكلك صغير بار ازايك يا ريهام عملا كله طميم الحمد لله بصي بقى انا بقالي فترة عمالة ازوق البنات وزوق الستات عشان ما تشتكيش انت ما تشتكيش بس ابتدي في المشروع وليلي الفكرة جاتلي كلا اول ازاي عشان انا لو سبتيني ها اضرغ كتير ابتدت الفكرة ازاي وعملتيها ازاي هو زي محضرتك بتقولي الفكرة جاتلي بما ان احنا بمر بظروف صعبة والعالم كله بيمر بظروف صعبة الاسعار بقالي جالية جدا الناس ما بقتش امستحملة وما فيش عندها كمان وقت جاتلي الفكرة ان هو انا ليه ما قدرش اوفر يعني استجلي الوقت الفرق بتاع اللي هو بعد الشغل وانا قاعدة مع ولادي وانا قاعدة في البيت اننا اجد مصدر داخل اضافي بدل ما انا قاعدة اقول طب انا مش مش عارفة عمل ايه المصاريف كتير انا مش عارفة ايه الحل لأ طب انا طب انا شطرة في ايه عادت اتدور انا شطرة في ايه انا شطرة في حاجة معينة وبحبها طب انا استجلي ده يبقى ده مصدر داخل اضافي ليا شكرا موضوع كله مش هيحتاج مني يجر موبايل وانا قاعدة في البيت مش بتحرك اقل مجهود في نفس الوقت لا ومع الوقت بيكبر وبيكبر وممكن اعتمد عليه بشكل كل طب قوليلي بس يلا اشتغلت في ايه كنت شطرة في ايه وعملت ايه هو انا زي زي ستات كتير يعني طبعا الشوفينج والفاشن والملابس يعني ما نقدرش نستغن عنها الملابس جبتي لبس وعرضتي عملت له صفحة وابتديتي تعريدي او انا عندي ready group واكاونت على انستجرام كل الشغلة وعبارة عن الملابس والشروط والجزم والفاشن والموضة والحاجة اللي احنا ما نقدرش نستغن عنها خلينا اسألك على الاسئلة اللي دايما بشوف البنات بتوات تسألها البعض بدأتي بكام يعني الميزانية بتاعتك كانت الاول بكام يعني طبعا طبعا البنزانية في الاول كانت بسيطة جدا يعني الموضوع كله ولا ولا عشان يسهل على الناس بس الناس اللي ما عاش فلوس احيانا بشوف بنات في محلات بتصور الموديلات وهي ما بتشتريهاش يعني بتصور وبتنزل على الصفحة ولما بيجي لها الطلبات بتنزل هي تشتريها من المحل وبتحط النسبة بتاعتها صراحة مش بعمل كده انا كان عنتي امكانية ان انا لأ بجيب الحاجات اللي انا شايفها حلوة اللي انا شايفها طلبها كتير الحاجة المطلوبة قوي وفي نفس الوقت سعرها حلوة جدا شعرها أرخص من السورز انا متأكدا ان هو بيجي بيها بقى من المصنع من المصنع ولا مثلا في ناس برضو بتروح تجيب من الحاجات اللي هي سعرها رخيص او البلات بيروحوا يختاروا من البلد لا انا انا كل كل شغلي صراحة بجيبهم من برا من برا مصر بس في نفس الوقت بعد ما بيوصلي بياخدوا بيبقى أرخص من اللي بتعرد في الستورز او في المحلات عموما ومش برا مصر ده يبقى بقى جمارك وغالي وبلس بلس بلس انا لسه ستارتاب بقالي تقريبا دلوقتي تسع عشر شهور فانا كميات بتبقى قليلة كميات محدودة حتى لو بعد دراسة جدوى انحنا درسنا ان المشروع لما يكبر كميات لما تبقى كبيرة كده كده الجمارك هتبقى عليها برضو لما بتتوزع لكل قطعة بتبقى في الاخر سعرها اقل من لو فتحت هنا ستور او محل كبير او كده طبعا لان المحل كده كده الونلاين ارخص بكتير المحل يا جماعة ليه دايما اونلاين ارخص لان المحل انت بتأجر محل فبتدفع ايجار كهرباء بتدفع كهرباء عمالة ضرائب يعني هتلاقي الدنيا كلها علية معاك مختلفة تمام اه بالضبط ايه المشكلة اللي وجهتك يا ريهام عشان برضو البنات تبقى عارفة ايه المشكلة ايه المشكلة اللي انت لقتيها في النص وتحلت ازاي هي المشكلة بتاعت الونلاين في الاول بتبقى ازاي اوصل الناس ازاي كمان الناس تبقى مصدقة ان الحاجة اللي بتشوفها الحلوة قوي في الصورة دي هي لما هتستلمها هتلاقيها نفس المعروض عملتي ايه هم قدور اكبر مشكلتين عملتي عشان تخلي الناس تصدقك بصي هو اهم حاجة في الونلاين عشان نوصل للمصدقية ان الحاجة لو اول ما بتيجي لازم اصورها يعني اي ايدة الصور بتبقى حقيقية وقعية عشان تبقى حاجة ملموسة يبقى العميل شايف الحاجة كده طبعية بقى الوان هبقى اشكالها بالديتيلز بتاعها ولو فيه عشان اعمله فيديو اه اعمله فيديو هقل انت كنت شاطرة في السوشيال ميديا انا شاطرة في التصوير ازاي تصور المنتج والحاجة دي ولا استعانتي بقى لولك لازم تجيبيه ناس عشان تعملي صفحة وتحطي عليها اعلان ممول يعني انت بتديت تحطي فلوس كدعاية للصفحة ولا بتديتيها كده وانا بقى وحظي بصي هو في الحقيقة هو انا شوقي اصلا لقى بالماركتينج وده ساعدني كتير ان انا اقبر شغلي او ان انا عندي باكجراوند كويس ازاي اشتغل في السوشيال ميديا او اقبر الجروب بتاعي او الاكاونت بتاعي بس ده مش معناه ان المحد لو انت مش شغالة في الماركتينج ما انت مش هتعرفي تعمل الجدل على فكرة موضوع بسيط جدا اليوتيوب مليان فيديوهات اه طبعا يعني اي حندا عايزة تعليم اي حاجة على اليوتيوب ازاي بنكارية البيج زاي بنعمل اعلان ممول كل حاجة موجودة وكل حاجة سهلة ان احنا تعليم بس انا ناخد خطوة وندرسها لأول خويس وهتتعمل يعني ان شاء الله ما فيش حاجة صعبة اه كان دخلك الاول كام معلش ما شاء الله يعني مش عايزة حسدك بس ده برضو بيحفز البنات والستات ان هي تقوم تقوم لأي بتتفرج علينا دلوقتي بتقوم مسكة الموبايل بقى وبتبتدي تعمل بحث وصير شو حاجة كان الاول دخلك كام وده اخر سؤال يا ريهام ودلوقتي ما شاء الله من غير حسد بقى دخلك كام هو يعني في الاول كان تقريبا بدخلي بدخلي في الشهر ما بين ثلاث اربع تلاف دلوقتي لأ الحمد لله الموضوع ذات ممكن يوصل لعشر تلاف ويعني ده في وقت قياسي قصير لان انا كنت درسها برضو الموضوع محتاجة ان انا ادرس بس الماركت اللي انا دخل في او السوق اللي انا دخل بي لو درسته صح وترجدت صح وعندي مصدقية للمنتج بتاعي لأ هتنجحي هتنجحي يكونت يعاني في البي لان ده بقى لغة العصر الانلاين بقت لغة العصر على الفيديو الانلاين بقت لغة شو كان يا ريهام وربنا يوفقك يا حبيبة قلبي وعايزاك تنشري الثقافة دي ان انا بعمل مشروع وبينجح وما تخفيش يعني ننشر يا جماعة القصة دي شو كان يا ريهام على تليفونك ننشر يا جماعة الثقافة دي ننشرها ان احنا ما نعودش نحبت الناس يا ام بقى انت يعني هتعمل ايه هو انت فاضي للكلام ده هو انت فاضي يا لنمعرفش ايه وعلى فكرة الكلام ده مش للبنات بس الكلام ده كمان للشباب الشاب اللي قاعد بيقولك مش لقي شغل وقصة انت مش لازم هتنزل عندنا الناس اللي بيزيد بطريقة مخيفة فاللي هو اكيد مش كل يوم كل الجيل اللي بتخرج ده هيلاقي شغله تاني يوم كل الجيل ده مغزبن عننا مفيش سعة فين الشركات اللي تسعي كل الحاجات دي لكن خلاص بقى زمن الانلاين مش بس احنا بنتكلم في ستات شكلها حلوة ورجالة هو ده اللي احنا مسكين الموبايل طول الليل و النهار واغاني وفيديوهات لا بقى زمن الشغل واحمده ربنا بقت فرصة ان احنا معانا حاجة موبايلي خلينا اشتغل عليه موبايل لا بنزل ولا بتمرمط في الموصلات ولا 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 فاللي هو انلاين زمن الانلاين خلينا بقى ما نضيعش وقت ونعرف ازاي ادخل اخد تمويل النقطة المهمة بقى الفلوس ازاي اخد الفلوس ازاي اخد قرد ازاي امو المشروع هيكون معانا بعد سواني الاستاذة صحر سلطان رئيس قطاع التمويل بالقطاع المركزي للتنمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات هنعرف منها اكتر ازاي الجهاز بيساعد الستات ان يكون ليهم مشاريعهم الخاصة وهنتعرف كمان على تجارب الستات اللي قدروا يفكروا ويلقوا فرصة للشغل ويساعدوا بيها نفسهم وولادهم وجزها وبيتها والمجتمع كمان اللي هي عايشة فيه سواني هتبع معا ورجعنا لكم تاني مشاهدينا ونبتدي بقى مع الاستاذة صحر سلطان نتكلم اكتر عن التمويل ومشاريع متناهية الصغر عايز اقول عشان قبل كده ايه عشان محدش يزعل مني عشان جالي كان تليفونات قبل كده كتير انتم مع الستات قلبا وقالبا واحنا لا 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 ايه دا كده رجالة وستات المشاريع دي امتد حاجة رجالة وستات ازاي كنت صحر اهلا بيك يا حبيبتي عامل ايه الحمد لله طميم انا باخد انا كل العنف في وشي بقى الاقي كل بقى الكومنتس بقى على السوشال ميديا انتم ميدلعيني الستات وانتم ميدينة احواء ايه طيب انتم مستكترين علينا شوية حقوق يعني شوية حقوق صغيرة كده لا بس في التمويل بقى الرجالة والستات زي بعض عندنا حلوة يبقى احنا مش بنتكلم النهاردة عن الستات بس اللي بتمول مشاريع بالزبط لكن انت كمان كراجل عايز تعمل مشروع طبعا شاب صغير بيبدأ حياتك لسه ملقتش شغل في شركة او في اي مؤسسة تقدر تعمل المشروع ده هتعمله ازاي يركز معنا بقى دلوقتي عشان تعمل مشروع صح انا دلوقتي فكرت في الفكرة تمام قعدة في البيت زهاء انا معيش فلوس تمام ورمضان داخل علي وعايز اعمل مشروع وعايز يبقى معايا فلوس سواء راجل او ست جميل الفكرة بتبتدي انا اروح فين يعني ابتديلي كده اشرحيلي بداية المشوار الخطوات تمام بتجه لفين بعمل ايه اطلع عند قبل سامية في الدور السابع ولا نزل عند مدام مونة في الدور الرابع ما عندناش الكلام ده خاص حلو قوي بسم الله الرحمن الرحيم احنا جهاز تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات ده امتداد طبيعي لسندوق الاجتماعي للتنمية اللي كان موجود في الجمهورية من سنة 92 تمام اصبح جهاز 2017 احنا وقالنا 30 سنة بنقدم قروط للشباب من الجنسين ازاي يحصل على قرض من جهاز تنمية المشروعات احنا عندنا افرة منتشرة في جميع محافظات الجمهورية هي دي جهاز في المحافظة ازاي اوصل للفرع ايوة يعني انا روح ازاي انا هقول حاجة ازاي اوصل للفرع احنا عندنا رقم مختصر 1-6-7-3-3 1-6-7-3-3 ياريت يا جماعة برضو نكتبه معنا على الشاشة عشان كل اللي بتفرج على الحلقة طول الحلقة يبقى قدامه 1-6-7-3-3 دي اول خطوة اتصل بالتليفون ايوة ليه اتصل بالتليفون عشان اعرف الجهاز بتاع اللي موجود في المحافظة مقره فيه مقر الجهاز ايوة انا في محافظة كذا فانا بسأل الجهاز جهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات ايوة انا بقول لهم قالوا يا جماعة صباح الخير انا عايز اخد تمويل في مشروع الجهاز بقى ده انا مثلا في محافظة اسكندرية في محافظة القاهرة هيقول بقى المكان مقر الجهاز اللي موجود فيه هناك هم هيوجهوني هيوجهوك للمعلوان بالضبط دي اول خط دي اول خط طيب انا كشاب او انا كفتاة او سيدة ما عنديش فكرة ما عنديش فكرة انا عايز اوفر فرصة عمل لنفسي اولا الجهاز بيوفر فرصة عمل للي ما عنديش فرصة عمل يعني اذا كان بيوظف او كان عليه تأمين ليه تأمينات فاحنا خلاص احنا بنشوف الناس اللي ما عندهاش اي فرصة عمل خالص فبروح انا عايز اعمل ازود دخل قسرتي انا ما عنديش فكرة فيه تدريب احنا جهاز بقى الجميل فيه انه هو مع الانسان قبل القرد ومع قرد وبعد القرد بمعنى اننا ما عنديش اه بمعنى اننا ما عنديش فكرة طيب فيه دورات تدريبية بيعملها الجهاز عن طريق الخدمات الغير التاملية اللي فيه بيقوله كيف تولد فكرة مشروعك بيقعد يعمل معهم عصف بتبقى حوالي 20 متدربة وعايزين يوجدوا فرصة عمل لنفسهم بيعملوا عصف ذهني ويعملوا افكار مشروعات لحد ما كل واحد فيهم يقول خلاص انا هعمل المشروع الفلان طيب ده رقم ده توليد الفكرة ده رقم الجهاز اهول انتو بتتصلوا يقولك انت ساكن فين فاي اقرب مكان لك اللي هو الجهاز موجود فتروح تبتدي بقى المشوار ده الرقم التيفون معكم على الشاشة بالزبت كم طيب خلينا الاول قبل ما نروح لان انتو ممكن بتوفروا لهم افكار حاجات جديدة لان اكيد بيبقى فيه حاجات مش على دماغهم انهم ممكن ان ده ممكن يكسب صح لان دايما احنا ساعد بنركز في مجالات ومجالات لا بالزبت المجالات دي اللي بتجيب الفلوس لا تلعت بقى في الزمن ده في عشرين تهاتة وعشرين المجالات دي ما بتجيبش فلوس بالزبت ممكن كترها ما يجيبش الفايدة مننا خلاص ناس كتير بتشتغل فيها بالزبت بس خلينا الاول اعرف منك ايه الحاجات اللي مش مقبولة يعني زي ما حديك قلت كده في الكلام انا خدت بالي ان لو انا موظفة بيوفر فرصة عمل للي ما عندوش فرصة عمل موجودة لا يعني بمعنى يعني لو متعلم لو كذا لو شاب او فتاة او سيدة احنا السنة عندنا من واحد وعشرين سنة يكون بالنسبة للشباب قدى الخدمة العسكرية بتاعته حتى لو ما قداش الخدمة العسكرية يكون عنده اعفاء في الفترة اللي هياخد فيها التمويل من عندي يكون ملم لو بيتكلم على قارد متنهي صغر اشان احنا لسا معرفناش ايه المتنهى وايه الصغير احنا نروح بس نقول الشروط الاول اذا كان قارد متنهي صغر يجفين ان هو يكون ملم بالقراءة و الكتابة اذا كان مشروع صغير لا لازم يكون يجيد القراءة و الكتابة لان المشروع بتاعه كبير ولازم فيه القراءة و كتابة ده شرطة اساسي ان يكون موجود في المحافظة اللي هيعمل فيها المشروع او في محافظة مجورة ده علشان سهولة إن هو يتابع المشروع بتاعه ويبقى لي إقامة فيه أنا دلوقتي أنت تبقت علي الشروط تمام وروحت الجهاز بص أنا معاك خط وخط وأنا معاك حلو كده لحد ما تسددي قرد لحد ما سدد القرد أنا قاعدة على الكرسي ده لحد ما سدد القرد طيب روحت أنا بقى خلاص وعايزة أخد قرد من كام يعني هل بداية القرد الفلوس بتدوني كام جميل ومنان على إيه بأخد الفلوس جميل متوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طيب إيه هو قرد متناهي الصغر قرد متناهي الصغر بقانون الجديد في سنة 2020 عرفه إنه هو قرد لو قائم الإرادات بتاعته خلال السنة أقل من مليون ولو جديد راس المال بتاعه أقل من 50 ألف جنيه طيب ده قرد متناهي على فكرة يعني ممكن قرد المتناهي زي من كنا نتكلم فيه إنه هو 500 جنيه و1000 جنيه ولحد 30 ألف جنيه والحمد لله لا قرد المتناهي دلوقتي قرد عظيم ده قرد عظيم قرد عظيم يعني هو أنت بكلميني في مليون جنيه فده قرد مليون جنيه تكون مبيعاته خلال السنة إنما هو لو هو عايز هياخد مني من خلال جمعية أو من خلال شركة دي المنافس بتاعتي أو الجهات الوسيطة اللي بقدر أدي القرد المتناهي من خلالها ده بيبقى الحد الأعلى فيه 200 ألف جنيه ودي هيئة الرقابة المالية هي اللي أيلل 200 ألف جنيه يعني أصبح قرد المتناهي الصغر 200 ألف جنيه دي متاح لو أكتر بنشوف مكان تاني وهندي أكتر برضو رحت للجمعية وقدمت والجمعية خدت الموافقة منك وخدت التمويل من الجهاز تمام تمام وديتني الفلوس وأنا بعد كده رحت عملت المشروع أو فشل أو كده خدت الفلوس ومرجعتش للجمعية الفلوس ما يفعش ليه هقولك ليه أيوة علشان إحنا لما بنيدي الجمعية بنيديها من أول 400 ألف جنيه لحد 100 مليون جنيه دي الجمعية الواحدة طيب ما يفعش أنا بديها على كذا دفعة الدفعة اللي بتاخدها لازم تقولي هي صرفتها في إيه بينزل من عندي مراجعات دورية علشان تشوف المشروعات دي موجودة على الطبيعة على أرض الواقع على أرض الواقع أنا ممكن أقول لسا أنا فتحت الكوافر وبتاقيهم ما فتحتش حاجة ولا عملت مشروع بالزبت أنا الفلوس اللي أنا باخدها دي بقى أنا فلوس ممكن أخدها من جهات خارجية الجهات الخارجية بتنزل على طول وفود علشان تشوف المشروعات بتاعتها على أرض الواقع فأصبح أنه لما الجماعية تيجي تلجأ للجهاز أو تشترك مع الجهاز أو تتعاون مع الجهاز في أن هي تدي لمستفيدين لا هي حريصة كل الحرص أن هي تنتقي المستفيد بتاعتها عشان يرجع لها الفلوس عشان هي ترجع للجهاز الفلوس وعشان تاخد الدفعات المتتالية لها عشان تقدر تاخد التمويل بتاعتها كم وما تبقاش مرة واحدة هي الجماعية مستفيدة من وجع القلب الجماعية طبعا الجماعيات غير هاتفة للربح بس الجماعية لها هدف سامي هو أنها ترمية المجتمع اللي حواليها بتساعد الناس بتساعد الناس بتساعد الناس بالحاجة اللي محتاجها الناس إيه اللي محتاجها الناس في الوقت الحالي؟ التمويلات وبدل ما توقع بها تشحت من الناس ومن رجال الأعمال والنبي عندنا فلا دي الدولة هي اللي بتساعدها بدل ما الناس تطلع من جيوبها والنبي للأي جامعية لا دي الدولة هي اللي بتطلع الفلوس عشان تساعد الناس بس من خلال همزة الوصل دي الجماعيات بالجماعيات وعشان تشوفي ان الجماعيات قد ايه هي وثقة في الجهاز والجهاز وثق في الجماعيات احنا جهاز سبنية المشروعات من ساعة ما بدأ 30 سنة من سنة 92 ضخ 63 مليار جنيه في محافظات الجمهورية 63 مليار جنيه 63 مليار جنيه لا مليار هل احنا حسينا بال63 مليار جنيه لا في المفاجأة الاحلى احنا بنتكلم في 63 مليار في 30 سنة احنا من سنة 2014 تقريبا من بعد ما قننوا نشاط المتنهي الصغر ووصفوه وحطوا دوله لا وصيات الرئيس كان مهتم جدا بالمشاريع بالزبط والقيادة السياسية بالزبط والدولة كلها من 2014 احنا ضخنا من 63 مليار دول 44 مليار دول اما انا قلت كده كنت لسه اسأليك قولك اكيد السنتين اللي فاتوا دولك كم سنة اللي فاتوا دول اكتر فلوس مطقوها في المشروعات طيب ال44 مليار احنا السنة اللي فاتت بس لسنة 2022 ضخين 6 مليار و800 مليون يعني حواجي قلما 7 مليار بتروح فين المليارات دي طيما تقول لنا كده عشان الناس برضو تبقى فاهمة مجهوداتكو طيب المليارات دي بتروح فين مجهودات دي سنة العظيمة فراح ايه المشاريع اللي اتعملت كم شاب وكم الف شاب اشتغلوا في كذا وشتغلوا في كذا بالملايين لما منتكلم على 63 مليار احنا نزلنا ال44 مليار ال44 مليار دول منهم 20 مليار مشروعات صغيرة و22 مليار مشروعات متنهية الصغر زي ايه؟ زي ايه؟ اي مشروع المشروع المتنهي الصغر احنا نتكلم على قبل عشرين عشرين اللي هو قبل تصنيفه اي مشروع يدر دخل ما يكونش نشاط محزور مدروس مدروس ده مش مش هو اللي درسه مش المستفيد اللي درسه لا احنا بنساعده في الدراسة دي بنعمله دراسة جدوى بنشوف سبل تسويقه اي نشاط في النطاق ده احنا بنموله ده بالنسبة للمشروع متنهية صغر احنا انا كنتم حضراتك كمان عن المرأة بس يعني احنا بنتكلم كله الستة مليار وثمنمية دول كلهم على بعض المرأة تخصها اثنين مليار وثلتمائة مليون في سنة عشرين اتنين وعشرين فقط يعني الستات في عشرين اتنين وعشرين بس الجزء تحت اثنين مليار اه الاحلى بقى مليار ثمنمية من الاثنين مليار دول دول مشروعات متنهية صغر طب خلينا صحر نطلع تقرير ونرجع تاني ونشوف في التقرير صورته كاميرا يحكى انه مع السيدة هالة عشور رائدة اعمال قدرت تحول حبها لفن الكورشي مشروع صغير لحد ما بقى النهار ده مصنع بيشتغل فيه ستات كتير وبقى مصدر رز لبيوت كتير تعالوا نشوف مع بعض انا كنت شغالة في السفر الالماني في قسم التأشيرات ودي كانت اصلا شغلانا جات بالصدفة يعني انا علشان بتكلم الماني وكنت اعرف حد بيشتغل هناك فقبل ما اتخرج من الجامعة على طول خدوني مرة في الصيف كانوا عايزين حد سامر جوب يعني شغلانا صيفية بس اشتغلت فيها وقالولي اي ده انت كويسة؟ تم ممكن ما تتخرجي تيجي تخرجت بعديها بكم شهر وروحت وبدأت الشغل كان شغل لطيف مكانه كويس مواعيده كويسة الناس اللي معايا كويسين لكن ما كانش هو الحاجة اللي يعني نفسي عملها فيها شغف فيها حب فيها كده انا فتحة الشركة من 2009 احنا بنشتغل في الكروشي والمكراميات اكسسوارات البيت عمتا انا احنا في المدرسة تعلمنا كل الاشغال اليدوية منو احنا صغيرين قوي فانا حبيتها من الاول ففضلوا معايا كهوية منو انا صغيرة لغاية ما جات فكرة ان انا اعمله كبيزنس وطبعا كان بالنسبة لناس كتير ما كانوش فاهمين يعني ايه بيزنس كروشي يعني لان كان في الوقت ده اي حد بيشتغل كروشي بيشتغل مع جمعيات مع حاجات خيرية يعني لكن مش بيزنس مش شركة يعني انا يوم ما بدأت بدأت بشركة على طول ما بدأتش كده يعني بس طبعا هو وانس النواد بدأ مشروع فيه لازم شقة جدية اصل فيه فرق بين الواحد يعمل حاجة من البيت مجرد كهواية وبيتسلة وبيشتغلها بمزاجه لما يبقى فاضي وبين ان هو قرر يقلبها مشروع قرر يقلبها مشروع يبقى لازم فيه نوع من الالتزام فبدأت اقول حاجة بش باستيرات خيط فديك اقول حاجة تقريتني ان انا لازم يبقى عندي بتاع ضريبية وكده عشان استورد مايفاش استورد من غير بتاع ضريبية انا بحاول على قد مقدر ان اغلبية منتجاتنا تبقى في مصر يعني ساعات باضطر ألجأ لحاجات مستوردة بس يعني املي ان ما يحصلش الموضوع ده بقى ان يبقى فيه مصادر خيط في مصر بجد تكفي ان احنا ما نحتاجش اي خامات مستوردة انا ما بعملش حاجة شكل بس انا ضد الموضوع ده انا بعمل حاجات لازم لها استعمال فكل منتجاتنا لها استعمال بصورة او باخرى في البيت البساكت دول انا بس عم بقول عليهم ان هم وسائل للترتيب فممكن تحطهم في اي حتة في البيت من المطبخ للحمام لقواض النوم للمكتب فكل واحده كراكيب وبقى بيلن بكراكيب وفيهم انا شغالة شغل كروشي شغل مكرمية يعني اي شغل بيجينا احنا شغالين فيه بنعمل بالمكرمية بنعمل مراجيح بنعمل ستاير سجاد انا متعلمها من زمان وجيت هنا طبعا يعني اكتسبت خبرة اكبر والله كان عندي وقت فاضي كتير انا متعلمة طبعا كروشي من زمان قوي من ونا صغيرة كنت مفكر ان انا بقى هاجي هنا ان انا استاذة بقى وبعمل حاجات كتير بس جيت لقيت نفسي تنميزة وبتعل يعني حاجات غير اللي انا كنت باشتغلها خالص احنا بنبدأ من ثمانية نخلص اربعة والكروشي بنعمل كل انواع كروشي هو الشغل عامة كويس للست سواء كروشي او اي حاجة تنميزة يعني تحس بنفس بذاتها يبقى لها حاجة خاصة بيها انا بطور بان انا بسمع بطلع بشوف بسافر بشوف الاحتياج ايه بشوف ان انا زبوني لازم كل مرة يجيلي يلاقي حاجة جديدة عشان يشتري لان هو اشترى القديم خلاص مش هيشتري تاني وارجعنا لكم تاني مشاهدينا ولسه بنتكلم مع بعض عن ازاي اعمل مشروع صغير سواء مشروع صغير او المتناهي الصغر وازاي اخد التمويل من الجهاز الجهاز ده بيعمل ايه ازاي بوصل لغاية اخر نقطة ان انا بتدي المشروع طب هما بيساعدوني في الدراسة ولا لا طب هما بنان على ايه بيدوني الفلوس طب ما انا ممكن اكون مش فاهم انا عايزة اعمل مشروع وخلاص فياخد الفلوس اضيعها طيب انا ضيعت نفسي وضيعت الجامعية اللي اخدت الفلوس ومش هعرف اسدت والجهاز اه ايه بقى بتعمله ايه الغاية يعني بتخلوني يوقف على رجلي جميل احنا اتفقنا ان هو خلاص عارف المشروع اللي هو يعمله ايه ساعدناه في دراسة جدوى ساعدناه يطلع ورق لو حب يطلع ورق طيب هو احتياجه التمويلي ايه هو ممكن ما يكونش عارف احتياجه التمويلي من خلالنا برضو بدراسة الجدوى اللي موجودة بنقف على الاحتياج التمويلي بتاعه يعني ايه احتياج التمويلي يعني لا اخد اقل من اللي انا ما احتاجه في مشروعي ولا اكتر علشان اعرف اسدد واقدر تاني اخد مرة تانية صح ده خلاص احنا اخدنا التمويل طيب التمويل اخدناه وعملنا منتجات المنتجات هواديها فين ده دور الجهاز برضو زي ما قلت لحضرتك ان انا اعمل للشغل انتو تسوقوا المستفيد ده البيبي بتاعنا لحد ما نجوزه ان شاء الله اه لان ده بيبقى بنسبالكو صح ده الطفل اللي انتو بتربوه اه رعاية كاملة قبل القرد وفي القرد وبعد القرد طب انا عملت تريكو ومنتجات وخلاص صنعتها بس مش عارفة سوقها عندي بقى قبل ما تسوقيها وقبل ما تصنعيها بتاخدي فيه دورات تدريبية تقولك بتسعاري ازاي سعارتي صح طب بتعملي باكتج ازاي علشان العين بتشتري قبل ما اي حاجة خالص دايما برا مصر كنا دايما نشتري الحاجات عشان الشنطة شكلها حال علشان التغليف التقليفة التقفيلة والتغليفة حلوة صح فدي فعلا بتلفت النظر احمي منتجك ازاي من ان واحدة تانية تيجي تقول لا ده منتجي مش منتج اميرة اعمل افهمها ثقافة البر كود ان انت يبقى عندك حاجة سمة للمشروع بتاعك ان انت يبقى عندك براند كل ده انا بفهمه لها وبزعيدها بعد كده في التسويق اعمل لها معارض اعمل لها التسويق الالكتروني اعمل لها التشبيك اللي هي بي تو بي ان انا اخذ من اميرة حاجة وانا عندي حاجة تانية زيها اشبكهم مع بعض بالزبط ففي حاجات كتيرة قوي وخدمات كتيرة قوي بيوفرها الجهاز غير الخدمات التمولية يعني احنا عندنا دراعين ده هي اهم حاجة يعني ده اهم حاجة في المشروع ان انا مش بس اروح ااخد فلوس واروح يخسرها يا مش فهمة بالزبط لكن انتو تدوني كل العلم انتو تعلموني الفكرة حتى انتو بتدوني الفكرة باولد معاك فكرة لو بتقولولي اعمل ايه وسوقها ازاي وصعرها ازاي احط السعر ازاي والبركود ازاي اسوقها الالترونيا ازاي السوشيال ميديا اعمل ايه الصفحة تتمول ازاي عايزة تصدري بقى انت كبرتي وعايزة تصدري طيب ايه سيما كمان بنصدر كمان برا مصر يعني ده الحلم بقى خلاص فعلا وفعلا فيه ناس بتدت تصدر فيه ناس بتدت تصدر وفيه ناس بدأت تتشبك مع بعضها في سلاسل فيه كل حاجة موجودة يعني الخدمات الغير التمولية اللي موجودة في الجهاز يعني هي تزراع الاخر للجهاز اذا كانت خدمات تمولية تمولية فقط ما ينفعش زي ما قلت يا حضرتك كده لازم ان احنا نرعاهم خلال فترة التواجد معنا في الجهاز لحد ما يسددوا اخر ارش اخدوه لازم ايا انتم تابعينهم بس ده صح على فكرة المتابعة تخليه حتى اللي هو واخد الكردو مشروع قلبه على المشروع بالضبط ده المدرس اللي بيتابع الطالب في الفصل طول الوقت بيجبره على المذاكرة بيخليه زاكر ويخليه حب المادة لكن الطالب اللي دايما بيحس انه المدرس ده بيتجاه الوقت لقيه دايما فاشل في المادة دي سعيبين والضمر بيكرع المادة بسبب المدرس هاي حاجة فيها متابعة بيبقى نتيجتها كويس ايه اولادك الافاضل زي ما كده المدرس يقولك ده انا اللي طلع الاول على الجمهورية ابني ابني اللي انا كنت بدرس له اكيد عندك ناسنا بغاية كده خربوا بيتي فخورة بيهم حتى في الكلام في اي حاجة فعلا احنا عندنا الحمد لله مصر فيها في كل محافظة سمة بتميزة عن بقية المحافظات لو هتكلم عشان انا من اصول صعيدية فلو هتكلم لو هتكلم عايز اقولك ان الستات في وجه قبلي مبهرين هي الستات في كل مكان مبهرين بس وجه قبلي كمان عندهم صعيدة صعيدة وعندهم استعداد يفحطوا في الصخر زي ما بيقولوا ففي عندنا جزيرة شاندويل في سوهاج دي مشهورة بالتالي منتج اسمه التالي بخيوط فضة وخيوط دهب وبينسجوها كده على قماش معين انا عايز اقولك ان دي كانت مستفيدة جاية عندنا بتاخد قرد متناهي صغر من خلال جمعية دي وصلت هقولك للعالمية ازاي ان كان في معرض من المعرض اللي بيعملها الجهاز وكان في مصمم أزيق عالمي مصمم مصري هاني البحاري هاني البحاري استخدم الانتاج بتاعها التطريز بتاعها القماش اللي هي عاملاء اللي هي مترزاء استخدمه في موديلات في معارض دولية في معارض دولية فابتدت تتعرف ان دي في الصعيد ودي بلد محافظة اسمها كذا ومنطقة اسمها كذا فابتدى يشغل شوفي من 3000 جنيه قرد متناهي صغر للعالمية بس هي صدقت نفسها هي صدقت نفسها خلقت فرص عامل لبنات حواليها كتير عايز اقولك فكرتها ان هي زي ما كنا بنتكلم في البداية بيشتغلوا من بيوتهم بتعلم البنات والبنات هم طالعين بالطبيعة شايفين أهليهم أمهاتهم بيشتغلوا في الحرفة دي فالبنات بيشتغلوا في البيوت هي بتلم من البنات في البيوت هي بدأت طلعت للعالمية فدي يعني كل لما بيتلموا مني جزيرة شندويل جزيرة شندويل هنشوفها معينا برضو ايه تاني برضو دي مثلا في الجزيرة دي في محافظة سهاج دي دي في محافظة سهاج ايه تاني في محافظة في برضو في محافظة دميات يعني ناسا كنا بنتكلم على وجه إبلي فيه بوجه بحري برضو واحدة كانت بتحترف او هي من قالت قصتها كذا مرة ان جدتها ومامتها عالموها الكوريشي فهي بدأت تشتغل الكوريشي فبدأت الاول بهاوية اخدت كرسات اخدت تمويل من الجهاز اصقالة الموهبة بتاعتها برضو بقت مصنع كبير جدا في دميات وبدأت برضو تطلع وتصدر للخارج حلو ده والله حقيقي ده الستات وفيه رجالة منهم بقى حدس ولا حرج يعني بيبدئين بمشروحهم المتناهي الصغر بس مصدقين ومصدقين حلمهم فربنا بيكرمهم طب لازم يبقى فيه حاجة يعني لازم يبقى فيه حاجة مثلا فنية يعني مثلا لو انا عايز اروح ااخد كرد بس اعمل به كشك عادي يعني فيه حاجات محذورات يعني مثلا عايز اعمل كشك فيها حاجات بسكوتات لا مافيش مشكلة خالص لا لا مافيش طرم الكشك ده بيقدم حاجات عادية مافيش حاجة مش مسموعة طبع طبعا طبعا انا ممكن اروح ااخد كرد عشان اجيب توك توك أشغله في الشرع بس الكوشك لازم ياخد ترخيص يعني احنا منتكلم على قرد متناهي ممكن نعمله في البيت انما طلعنا برا البيت يبقى لازم اطلع له اخد الورق اللي اهني لبرا البيت ده كوشك يبقى لازم اخد من الحي وانتم تخلصوه من تصريح تاتي الحي احنا بنساعدهم فيه مكاتب الجهاز كلها فيها الهونستوب شوب دي اللي فيها كل الاماكن الحكومية بيروح المستفيد المواطن بيدخل بيساعدوا في استخراج الاوراق دي لكن هو التويل الرئيسي للمشروعات من داخل البيت لأ التويل من داخل البيت من خارج البيت من اي حاجة المشروع المتناهي متاح لان هو يشتغل في البيت او يشتغل في البيت عشان مش بتطلب يعني احنا كل ده وقفين في لفل ون اللي هو متناهي الصغير لا والمشروعات الصغيرة بتاخد من خلال البنور لغاية كابل مشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة ممكن توصل لحد 10 مليون جنيه أنا كفرد واحد أخذ 10 مليون جنيه أو أنت كفرد واحد أو أنت كشركة أو أنت ككيان تاخدي 10 مليون طالما احتياجك التمويل يسمع طالما قوائمك المالية ما أنت كده كبرتي بقى فبقى عندك قوائم مالية بقى عندك محاسب بأن نقدر نراجع القوائم المالية دي طب ما أنت قلت لي أن أنا لو أنا بشتغل وليه تأمين فما ليش حق أن أنا رح أخذ تمويل لا دي شركة شركة دي ممكن مسموح أن هي تيجي تاخد ككيان شركة ككيان إحنا بنتكلم التأمينات الاجتماعية وبنتكلم أن أنا موظفة موظفة في الحكومة موظفة في الدولة وإحنا جهاز في الدولة فلما بنيجي نوجد فرص عمل أو نساعد لإيجاد فرص عمل مش بنفس الدولة ده إحنا بنكمل عمل الدولة يعني لو موظف تبع الدولة موظف في الدولة خليه بقى هو عنده فرصة عمل موظف قريدي فخليك كفاية في شغلتك بيشوف الناس إنما أنت عايز تشتغل عمل حر إحنا عندنا تشديح ثقافة العمل الحر من خلال أنا كفرد أو من خلال أنا كشركة أنا شركة تضامن أنا شركة توصية بسيطة أنا كيان موجود ممكن أجي أخذ عشرة مليون جنيه وعندنا دلوقتي قروض متوسطة بتوصل لتلاتين مليون إن شاء الله تلاتين مليون بس دي لها شروط بقى طبعا نكشرك كل لما بنكبر دينا شروط دينا أوراق كل لما بنكبر نرجع تاني نقول رقم التليفون عشان أنا هخلص الحلقة والترس نرجع نقول رقم التليفون بس تسيبي فرصة عملك لحد تلك لو هسيب بقى التليفزيون نعمل إيه طيب موظف حكومة طيب سمع أنا ملايين هنا بتتقال رقم التليفون قدامكم شادينا عشان شاب أشكر حداتك جدا نورتينا النهاردة وإن شاء الله أنا والله يعني مش بقول أي كلام أنا معايك في أي حبين المشاريع اللي بتنجح والحاجات اللي بتنجح نوريها لبيت الشباب والبنات أنا معاكو يعني هنزل ونصور ونعرف وإحنا مع بعض عشان نبين الصورة الإيجابية اللي موجودة فعلا هي موجودة فعلا كيان واحد ولازم كلنا بأيد واحدة ولازم كلنا نعرف إيه اللي بيحصل في البلد الحلو حاجات الحلوة اللي بتحصل لازم كلنا بمدركين ده وعارفين ده كده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية الحلقة وشرفتنا الأستاذة صحر سلطان رئيس قطاع التمويل بالقطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات شوفكم على خير إن شاء الله الحلقة الجاية ودايما كل يوم اثنين ساعة سبعة بكون معاكم إمام مختار ويحكاد ترجمة نانسي قنقر